لتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء وتقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية وتجويد الخدمات ومواكبة لتطور التقني بدأت مجموعة نماء القابضة أعمال شركتين ماء لتوزيع الكهرباء ونماء للتزويد بعد دمج وإعادة هيكلة الشركات التابعة لها مسقط لتوزيع الكهرباء وكهرباء مزون وكهرباء مجان وتنوير وذلك لإدارة وتوفير خدمات الكهرباء لجميع محافظات سلطنة عمان مع عدى ضفار فهي عبر شركة نماء لخدمات ضفار تم استكمال مشروع دمج شركات التوزيع والتزويد حسب التوجيه الحكومي صادر في نهاية عام 2021 والتي هدفت في رفع الكفاءة بشكل عام في منظومة الكهرباء وتقليل الكلفة التشغيلية والإدارية وتجويد خدمات المشتركين وتعزيز الموثوقية بشكل عام ويتمثل دور نماء لتوزيع الكهرباء في تخطيط الشبكات والتشغيل والصيانة وقراءة العدادات فيما تختص نماء للتزويد بأعمال الفوترة والتحصيل وإدارة قنوات السداد حجم الأصول الإجمالي تقريباً لتجاوز المليارين لريال عماني وتعتبر بذلك من أكبر شركات من حيث حجم الأصول طبعاً جميع الخدمات التي تتعلق بشبكات سواء كانت قراءة العدادات سواء كانت توصيل المنزل سواء كانت مشاكل فنية وتحديات فنية في المنزل بشبكة الكهرباء واستقرار الكهرباء بشكل عام في منظومة التوزيع في الوقت الحالي وصل عدد المشتركين لتقبلوا الفاتورة الإلكترونية إلى 9% يتوقع لنهاية هذا السنة أن يتقاوز هذا الرقم بحيث أن نوصل إلى 99% كذلك التحصيل الإلكتروني وصل إلى قرابة 70% ونتوقع خلال الثلاث سنوات القادمة نصل إلى ما يزيد عن 90% فكذلك تم توحيد مركز الاتصالات لاستقبال أي طلب أو استفسار أو شكوى من خلال الرقم 10-11 وهو يخدم التوزيع والتزويد فالمواطن سيحس أنه فيه قهة واحدة التي تقدم له بالرغم أنه صح فيه شركتين لكن الشركتين بينهم تناغم وبينهم تعاون لتقديم أفضل مستوى أو أعلى قودة من الخدمات بعون الله وقد وصلت مجموعة نماء توزيع أصول وموظفي الشركات في هاتين الشركتين حسب اختصاص كل منهما مع ضمان استمرارية الأعمال والمشاريع على أكمل وجه كما سعت المجموعة من خلال إعادة الهيكلة إلى تغطية كافة الجوانب المتعلقة بقطاع الكهرباء من خلال توحيد جميع الخدمات تحت مسمى خدمات نماء كنافذة موحدة إضافة إلى توفير منصة نماء الألكترونية وتطبيقات الهاتف